موسيقى اهلا بكم اينما كنتم حلقة جديدة من مدار الغد الليلة وفيها الرئيس الفلسطيني تطلع للعمل مع ادارة بايدن للسناف عملية السلام وصحف اسرائيلية تقول انه مستعد للتفاوض دون شروط مسبقة قيس سعيد يوجه سهام النقد للنخبة السياسية في تونس وجدل حول المشاركين في الحوار الوطني نبدأ اول ملفات مدار الغد من القضية الفلسطينية اذ اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تطلعه للعمل مع الادارة الامريكية المقبلة حيث اكد ان الجهود مستمرة لحشد الدعم الدولي واجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من جهتي افادت صحيفة اسرائيل اليوم بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ ادارة بايدن انه مستعد لاستئناف المحادثات مع الحكومة الاسرائيلية بوساطة امريكية ومن دون شروط مسبقة فهل يحاول الرئيس الفلسطيني رسم مسار جديد للتعامل مع ادارة بايدن قبل انشغالها بملفات دولية تمثل اولوية على طاولة الرئيس المنتخب كالملف النووي الايراني وعلاقاتها مع الصين والاتحاد الاوروبي اذا فقد كشفت صحيفة اسرائيل اليوم ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ ادارة بايدن استعداده لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل دون شروط مسبقة برعاية امريكية واذا ما صدقت الرواية الاسرائيلية فان رغبة ابو ماز تأتي بعد نحو سبعة اعوام من توقف للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لرفض الاحتلال الافراج عن المعتقلين القدامى ووقف الاسيطان والقبول بحدود الرابع من يونيو عام 1967 كاساس لحل الدولتين وازدادت الامور تعقيدا بعد دخول دونالد ترامب البيت الابيض في 2017 اذ اعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية من تل ابيب الى القدس المحتلة كما اغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وقام بتجميد 125 مليون دولار من مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا الا انه وبعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة تعهد الرئيس المنتخب باعادة ارسال المساعدات للفلسطينيين والعمل على استئناف المفاوضات واعادة فتح متب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن التعهدات السابقة دفعت الفلسطينيين الى التفاؤل بحذر حيال ادارة بايدن المستقبلية وارسال اشارات ايجابية لساكن البيت الابيض الجديد لعل ابرزها اعلان السلطة في السابع عشر من نوفمبر الماضي عن عودة التنسيق الامني مع الاحتلال في خطوة رآها مراقبون انها تأتي تمهيدا للاستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بهدف التوصل الى حل للصراع الممتد منذ عدة عقود نفتح اذا الحوار في هذا الموضوع وينضم الينا ضيفانا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد هواش ومن القاهرة السادة العلوم السياسية بجامعة القدس دكتور ايمن الرقب اهلا بكما معنا ضيفية الكريمين وعامكم سعيد ابا معك سيد هواش كيف نفهم اذا ونقرأ ما جاء في صحيفة اسرائيل اليوم عن عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المفاوضات مع الاسرائيليين برعاية امريكية دون شروط مسبقة مساء الخير لك ولضيفك وكل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الجديدة اولا هناك مقاربة امريكية جديدة لشرق الاوسط يتبناها الرئيس المنتخب جو بايدن تختلف عن المقاربة التي رسمها ونفذ جزء منها الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب وبالتالي هناك عملية دبلوماسية وسياسية يجب ان تسبق اي تعامل مع المقاربة الجديدة لجو بايدن وهي مقاربة تعتبر عودة الى الموقف الكلاسيكي الموقف الرسمي الامريكي الذي سبق يعني مواقف الرئيس دونالد ترامب وهذه المواقف تتبنى بشكل واضح وصريح كما صرح الرئيس بايدن نفسه في الحملة الانتخابية بانه ملتزم بحل الدولتين وبانه يرى بان حل الدولتين مفيد جدا لاسرائيل وللفلسطينيين ايضا ومن جهة اخرى اشار الى ان مقاربته تعتمد على اعادة العلاقات مع الفلسطينيين فتح مكتب المنظمة كما تفضلتم في التقرير وايضا اعادة المساعدات للفلسطينيين وفتح قنصلية في القدس الشرقية للفلسطينيين بمعنى ان القدس محل تفاوضي وليست محسومة كعاصمة لاسرائيل فقط قد تكون عاصمة موحدة للفلسطينيين والاسرائيليين ولكن ليست عاصمة لاسرائيل فقط هذه المقاربة تحتاج الى مواقف سياسية جديدة من السلطة الفلسطينية بدأت بالتنسيق اعادة التنسيق مع اسرائيل ولحقها ايضا اعلانات من الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بالترحيب بانتخاب بايدن والترحيب ايضا بالمواقف الجديدة والامل بان تترجم المواقف الامريكية للرئيس بايدن الى عملية سياسية مستقبلية هذا الامل يحتاج الى مواقف سياسية فلسطينية يحتاج الى تغيير في الموقف الذي اتخذته السلطة الفلسطينية تفضل دعني اتوقف معك عند نقطة القرارات التي من الواجب اتخاذها ربما قبل الذهاب الى السئناف عملية التفاوض وانتقل بهذه النقطة الى ضيفنا من القاهرة سيد الرقب دكتور يعني الان الحديث عن عودة بدون شروط والاستعداد لذلك من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتفاوض مع اسرائيل برعاية امريكية اين المشكلة؟ هل المشكلة في العودة ام المشكلة في الشروط لمن ينتقد العودة الى المفاوضات بشكل مبدئي؟ بداية نصد الله وقاتك اخي حادث موقع ضيفك الكريم وقات كل سادة المشاهدين وكل عام وجميع بعض الخير اهلا اولا حديث اليوم ان كان حتى هذه الرواية صحيحة ام لا ان يوافق الرئيس ابو مازن العودة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي برعاية امريكية دون الحديث عن الربعية الدولية كما كانت حدث بالسابق دون الحديث عن مؤتمر دولي انا اعتقد ان هذا به تراجع كبير جدا في مواقف السلطة التي كانت بها عند كبير جدا في قياس العمل السياسي وانا اعتقد ان هذه التنازلات دون مقابل حسب معلوماتنا حتى هذه اللحظة لم يتم انتصالا بين الرئيس ابو مازن ورئيس الامريكي المنتخب بايدن هناك المفاوضات توقفت في 29 ابريل عام 2014 ومن افسد هذه المفاوضات في عهد اوباما بتصريحات واضح من الامريكي اندك الذي كان مشرفا على هذه المفاوضات واتهم في حينه ان من افسد هذه المحاولة هو الجانب الاسرائيلي اليوم نحن نعود اعتقد ان نقطة سفر سنبدأ من جديد جولة مفاوضات برعاية امريكية هناك ملفات اخي حازم وضيفك الكريم وكل سادة المشاهدين على مندلك هناك ارث كبير تركه اترام هل يستطيع بايدن ان نتجاوز ذلك؟ هل يستطيع بايدن ان يعيد السفارة الامريكية من القدس لتلبيه وهذا طبعا مستحيل الحل فتح القنصلية التي كانت اصلا موجودة ولكن دمجت مع السفارة هو قد يستطيع ان يعيد طبعا الاموال التي تقدر حسب في كل اشكالها كانت تدفع لموازنة السلطة لوكالة غوة وتشغيل اللاجئين او مساعدات في مشاريع انسانية وشبابية المبلغ يقدر ب875 مليون دولار سنويا هل تستطيع بايدن ان يعيد ذلك؟ اقول لك ان يستطيع ان يفعل ذلك ولكن ايضا هناك متغيرات بهم جدا يجب ان لا نسقط يجب ان لا نسقط قانون تيلور فورس الذي صدر في مارس عام 2018 والذي بنان عليه تم الضغط على السلطة بوقف رواتب الاسرى والشهدى والجرحى والذي بنان عليه توقفت اول دفع من المساعدات الامريكية للجانب الفلسطيني وكانت شرطا في ذلك ان لا تدفع السلطة رواتب للشهداء والاسرى والجرحى قانون اتكا والذي ايضا كان هناك تحايلا عليها بان لا ينفذ على الجانب الفلسطيني وتم وقف تقديم المساعدات للاجهزة الامنية بشكل مباشر وتم تبريرها عبر موازنة السياية والتي تقدر بستين مليون دولار شهريا هذه الامور ايضا تضع عراقيل كبيرة جدا امام ادارة بايدن اذا هذه القرارات التي اتخذت من قبل الرئيس الامريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وضعت العراقيل امام استئناف عملية السلام سيد هواش ضيفنا من رام الله ما الذي دفع الرئيس الفلسطيني لاتخاذ هذا الموقف برأيكم ان صح ما ورد في هذه التقارير الاسرائيلية هل هي طمأنينة بما هو قادم وان بايدن سيستطيع بالفعل وضع النقطة على اخر سطر الصفقة التي عرفت بصفقة ترامب للسلام في الشرق الاوسط اعتقد بان صفقة ترامب قد ذهبت معه لم يتعامل اي فلسطيني معها ولن يتعامل اي فلسطيني معها واعتقد بان الادارة الامريكية لها لديها مقاربة مختلفة كليا عن صفقة القرن او ما سميت بصفقة القرن لكن اود قبل الاجابة عن سؤالك اود ان اشير الى ان الصحف الاسرائيلية يعني تتحدث بصورة دائمة عن معلومات وعن مواقف وتغرق الفلسطينيين وتغرق القراء والمتابعين بتفاصيل لا علاقة لها بالواقع على الاطلاق الرئيس اليوم تحدث بشكل واضح وصريح بان ما زال يعرض عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على اساس قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية وحل قضية اللاجئين وبالتالي هذه شروط واضحة تتعلق برؤية الفلسطينيين لأي حل مستقبلي ما كان كما اشار ضيفك ان اسرائيل هي التي رفضت التفاوض وهي التي بصورة دائمة ترفض التفاوض لانها لا تريد حلا سياسيا مع الفلسطينيين تريد السلام لإسرائيل فقط وبالتالي كانت هناك محاولات متعددة لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس وبن يمين نتنياهو وكان نتنياهو يتهرب من هذه اللقاءات اليوم يجب نزع كل ذرائع وتوضيح المواقف بشكل واضح وصريح فيما يتعلق بإجراء المفاوضات لا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية ستكون القضية الفلسطينية رقم واحد بالنسبة لها ولن تتفرغ ولا تستطيع تفرغ لالبدء بعملية سياسية تتعلق بقضية القضية الفلسطينية والإسرائيلية وبالتالي هناك عدة مواقف من جميع الأطراف تتعلق بتمهيد المستقبل والأرض من أجل إجراء أي تعديلات على ما قامت به إدارة ترامب فيما يتعلق بالرؤية المتكاملة لحل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين وصفقة ترامب لم تطرح قضية حل الدولتين على الإطلاق وكانت تستهدف تركيع الفلسطينيين وفرض استسلام على الشعب الفلسطينيين هل يمكن العودة إلى موضوع حل الدولتين سيد هواش القضية اليوم دعنا نكون أكثر وقعية في طرح ربما العودة إلى التفاوض مجددا ولكن برؤية فلسطينية جديدة حسب ما دعا إلى ذلك كثيرون هل حل الدولتين واقعا العودة إلى المفاوضات بذات الطريقة بذات النهج هل سيغير شيئا بنسبة للفلسطينيين حل الدولتين يعني هو مصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى لأن الإجماع الفلسطيني على حل الدولتين يعني لا يوجد أطراف كثيرة ترفض حل الدولتين حتى حركة حماس في مواقفها الجديدة هي توافق على حل الدولتين وبالتالي هناك إجماع فلسطيني على أن ما هو مقبول للفلسطينيين أو لعموم الفلسطينيين أو لغالبية الفلسطينيين هو حل الدولتين أي حل دولة فلسطينية على حدود عام 67 مع إجراء تعديلات على الحدود وحل قضية اللاجئين بصورة أو بأخرى بشكل يعني أن يوافق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون والمجتمع الدولي وأن تكون القدس عاصمة للدولتين عاصمة لدولة فلسطين ولدولة إسرائيل المنطق منطق حل الدولتين مبني بالدرجة الأولى عندما ابتدع هذا الحل أو هذا الشعار أو هذا المصطلح ابتدع من قبل اليسار الإسرائيلي الذي يرفض أن تكون دولة إسرائيل دولة ثنائية القومية وبالتالي هو أساس عنصر إسرائيلي إذن عودة المفاوضات سيد هواش سيكون على أساس حل الدولتين نعم لا يمكن إقامة مفاوضات من دون أن تكون هناك مفاوضات على ماذا مفاوضات على دولة فلسطينية على حدود 67 نحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي احتلت عام 1967 مع حل قضية اللاجئين وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية هذا هو أساس أي مفاوضات سيد الرقب مرأيك فيما تحدث به ضيفنا من رمالله والحديث عن عودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين وليس بعيدا عن تصريحات الصحيفة الإسرائيلية هناك تصريحات لرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث بشكل واضح عن حل قضية اللاجئين أيضا حول الرباعية الرباعي للسلام وأيضا الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية كيف يمكن المزج بين هذه العوامل إنجاح أي مفاوضات مقبلة؟ يعني حل الدولتين هو بينان عليه انطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد ثم تلا ذلك انشاورات واشنطن ثم اتفاق أوسلو عام 93 وهو ليس ابتداء اليسار هو في النهاية هذه رواية أيضا فلسطينية بإقامة دولة فلسطينية لحدود الرابع من هزران عام 67 الشهيد أبو ياد كان يتحدث بشكل واضح نحن سنقيم دولتنا على أي قطعة أرض يتم تحريره وبالتالي لم يتحدث عن جغرافيا اليوم نحن متحدث عن كيانية فلسطينية من أعاقل كيانية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي؟ نحن قبلنا يمكن فيه أخي حازم والضيفك الكريم لكل سادة المشاهدين هناك من يتهمنا أن القضية الفلسطينية قضية الفرص الضاعة أنا أعتقد أنه لم يطرح علينا بعد أسلو فرصة ورفضنا حتى كام ديفيد عام 2000 لم تعرض علينا دباجة مكتوبة وفقط هي كانت أفكار مشتتة غير ثابتة وبالتالي كان رفضها أبو عمار رحمه الله اليوم في إرث اسم إرث ياسر عرفات لن يستطيع أي فلسطيني أن يقبل بأقل من دولة حدوده الرابع من هزران عام 67 مع تبادل أراضي بالتساوى بالقيمة والمقام اثنين القدسة الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ثلاثة حل عادل لقضية اللاجئين وهنا حل عادل لقضية اللاجئين قد تضع تحتها عشرين خط أحمر هل هو عودة اللاجئين للأراضي التي احتلت عام 48 أم حل عادل في التوطين أو ضفع تعوضات وهذا موضوع شائق وكبير هناك رؤية لمنظمة التخل الفلسطينية في هذا الملف فرقا بين الذي يريده الفلسطيني في ضوء المتغيرات الإقليمية وبين الحلول الواقعية الممكن تطبيقها على الأرض بمعنى أن حل الدولتين خلال الفترة الماضية ربما استبعاده وعدم وجوده على الطاولة أصلا في حال العودة إلى مفاوضات العقلية الإسرائيلية هل ستقبل بالعودة إلى مفاوضات مجددا على هذا الأساس أنا أعتقد أن ما يحدث على الأرض متغيرات كبيرة جدا لا أريد أن نحدث مقاربات بين السابق والحالي ولكن أنا أعتقد أن اليوم على الأرض هناك مستوطنات تبتلع أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية هناك تغول للحاردين داخل المجتمع الإسرائيل اليوم استطلاع رأيي تعطي اليمين تقدما كبيرا جدا ولأ المتطرفين الذين يحكمون اليوم دولة الاحتلال حتى من يتوقع أن الخارطة السياسية في إسرائيل ستتغير فهو مخطئ قدع صعر هو يمين أكثر من نتنياه وبالتالي الخارطة السياسية هي أكثر يمينية داخل إسرائيل لن نجد شريكة هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا السؤال المهم جدا نجاوب عليه هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إجبار إسرائيل الجلوسة لطاولة المفاوضات والالتزام بالرؤية الأمريكية بحل الدولتين أقول لك لا تجربة أوباما قد تعود في عاهد بايدن رئيس أبو مانسون يدرك ذلك واضح أنه يدرك ذلك وبالتالي يقدم طبعا خطوات متقدمة كبيرة جدا تتجاوز كل الشروط السابقة يعني حديث عن عودة بغض نظرة التي تحدث الأخ محمد أن هذه صحف عبرية تتحدث عن ذلك ولكن هو يعرف ما يدور في كواليس السلطة أنهم يجب أن يقدموا كل ما هو مطلوب من ضمنه عودة التنسيق الأمني وأكثر من ذلك أنه يجاهزون لمفاوضات دون إشراف الربعية الدولية بإشراف أمريكا وإدارة بايدن للعودة للمفاوضات التي وقفت عام 2014 كل ذلك يعطي طبعا دلالات على رغبة أبمازن بعودة المفاوضات هو يدرك أنه لا يوجد طائب وشريك إسرائيلي أنا في أحدى اللقاءات مع سياسة إسرائيل قلت له قد قدموا لنا طرحا لنقول لكم نعم أم لا أما أن تقولوا لنا أنه نحن نريد سلام مقابل أمن أي سلام مقابل أمن أنتم لا تريدون أن تمنحوا أمل للعملية السياسية وأنا أقول لك أن نخبل حاكمة داخل دولة الاحتلال ليس لديها رؤية اتجاه الصراع حتى عندما تحدث جينيتس تحدث بعد أن ترك الحكم وبالتالي أنا أعتقد أنه الرئيس البازن يدرك ذلك ولكن ما يقدم أنا أعتقد يقدم موجانا حتى هذا اللحظة هذا على صعيد إسرائيلي من ناحية أخرى فلسطينيا أنتقل لك سيد هواش ذكرتم أنه حتى حركة حماس والفصائل الأخرى تقبل بحدود الرابع من حزيران يونيو عام سبعة وستين على أساس تفاوض لحل الدولتين ولكن هل الداخل الفلسطيني اليوم موحد على الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة وهناك دعوات لإجراء انتخابات لتجديد الشرعيات للتوجه موحدين فلسطينيا نحو ما يريدونه من تطلعات مستقبلية بالفعل هذه نقطة مهمة جدا تجديد الشرعيات الفلسطينية السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية تحاول تذليل العقبات تحاول حل المشكلات تجسير المواقف من أجل إجراء انتخابات فلسطينية وتوحيد يعني العنوين السياسية الفلسطينية بأن تكون السلطة الفلسطينية هي العنوان الرئيسي للعمل السياسي في الداخل في مناطق المحتلة عام 1967 وبالتالي عندما يتم هذا العمل لا يجوز وقف كل الأعمال السياسية والديبلوماسية حتى يتم تنفيذ هذا الشرط هذا شرط مهم جدا وضروري والعمل عليه جاري من كل الفصائل اليوم إسماعيل هنية تحدث عن مساعد جديدة من أجل توحيد الموقف الفلسطيني نعم ولكن عندما يعرض على الفلسطينيين يعني موضوع يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 لا أعتقد أن فلسطينيا يعني في رأسه عقل يرفض هذا ولكن يعني حتى الآن كما تفضل ضيفة يعني الموضوع ليس موضوع يقبل ولا يقبل الفلسطيني هل حل الدولتين الآن مطروح على الطاولة طاولة المفاوضات والاستئناف مجددا لها؟ أعتقد بأن المجتمع الدولي مصر على أنه لا يوجد حل آخر إلا حل الدولتين الداعمين لإسرائيل يرفضون أن تكون إسرائيل دولة ثنائية القومية وبالتالي لا يوجد حل استمرار الاحتلال مسألة غير موضوع بعدها السياسي والوطني بالنسبة للفلسطينيين حتى بالنسبة للمجتمع الدولي هي مسألة إخلاقية أيضا لأن استمرار الاحتلال هناك رمزية عالية جدا للقضية الفلسطينية على مستوى الرأي العام الدولي لأنها تشكل غياب العدالة في الموضوع الفلسطيني وفي القانون الدولي وفي العلاقات الدولية وبالتالي هناك موقف أخلاقي أوروبي روسي، صيني، أمريكي حتى يطالب بإيجاد تسوية لهذا الصراع تقوم على أساسه دولة فلسطينية مع توفير الأمن لإسرائيل هكذا تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا تحدث الرئيس المنتخب بايدن تحدث عن أمن إسرائيل بالدرجة الأولى وأن أمن إسرائيل يمكن ضمانه من خلال إقامة دولة فلسطينية وإبقاء أشكال من العلاقات أو الترتيبات الأمنية مع الولايات المتحدة مع طرف ثالث أو حتى مع إسرائيل على أن تقوم دولة فلسطينية هناك رغبة ولكن لا توجد إرادة سياسية لتحقيق هذه الرغبة حتى الآن نعتقد الفلسطينيون بأن الرئيس بايدن ربما بالمقاربة الجديدة ربما يستطيع أن يحرك الأمور في هذا الاتجاه بصرف النظر عن النتائج عندما تتحرك الأمور في هذا الاتجاه تخلق تيارا وتخلق مؤيدين وتخلق حلولا لمشكلات عميقة جدا كانت إسرائيل ترفض إجراء مفاوضات وترفض السلام وترفض إقامة دولة فلسطينية بحجج كثيرة جدا وعندما يتحرك الأمر في هذا الاتجاه في اتجاه إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية أعتقد بأن الأمور ربما تكون مقبولة بالنسبة للفلسطينيين أن يفاوضوا على هذا الأساس أن يفاوضوا في هذا الاتجاه في اتجاه نهاية احتلال وإقامة دولة فلسطينية وأن المجتمع الدولي داعم ومؤيد لهذه الفكرة وليس العكس سيد الرقب إذن المجتمع الدولي سيكون داعم للفلسطينيين هذا ما يعمل أيضا السياسة الفلسطينية في أي مرحلة مقبلة الكل يعلم فلسطينيا أن نوتنياهو ليس كرابين على صعيد السياسة وأيضا السئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ربما سألت ذات السؤال لضيفنا هواش من رامالله تحدثنا حول ما هي الأولوية الفلسطينية هل البرنامج الوطني الموحد هو أولوية أم الذهاب مع بداية هذا العام إلى السئناف المفاوضات برعاية أمريكية وأيضا بدعم عربي يعني ضعنا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح في شهر سبتمبر الماضي اجتمعت الفصائل الفلسطينية ورأت الفصائل بعد هذه القطيعة الكبيرة جدا أنها اجتمعت بناء على اتفاق مارس أم 2005 عادة ترتيب البيت الفلسطيني وعلى رأسه منظمة التحرير الفلسطينية وتحدثت عن الانتخابات ونص في نهاية دباجة البيانة الذي صدر عن هذا الاجتماع أن الجميع يؤمن بحل الدولتين وقامت الدولة الفلسطينية على حدود الربع من عام 1967 وعاصمات القدس ثم تحدثت الجهاد الإسلامي بعد أن صدر البيان أنها وافقة لهذا البيان وأنها غير مقتنعة في الرؤية وأنها تريد فلسطين من البحر إلى النهر وأنها ما قالته فقط من باب الإجماع الفلسطين بالتالي كانت الحديث بشكل واضح أنها تذهب إلى ذلك ولكن جميعهم صدموا عندما تم عادة التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي في 17 من نوفمبر الماضي وبدأت تخرج البيانات التي تتحدث عن أنه غدر بهم خلال اجتماع الفصال بغض النظر على الكون ذلك أنا أعتقد اليوم هناك متغير مهم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك جوزيف بايدن الرئيس الأمريكي القادم ورؤيته تجاه حل الدولتين أنا أعتقد مطلوب فلسطيني الكرة في الملعب الفلسطيني ترتيب البيت الفلسطيني هناك لدينا انقسام في حركة فتح لدينا انقسام في السلطة في أكثر من اتجاه تلقى الحل في كل هذه الأمرة الذهاب إلى انتخابات اليوم انتظار موافقة حماس على كتيب والأخير أنا أعتقد باستطيع الرئيس بمزان أن يصدر المرسيم وأن تجرى الانتخابات متزامنة إيه المشكلة أن نجرى الانتخابات أقل تقدير رئاسية وبرلمانية نحن آخر انتخابات رئاسية أجرت عام 2005 حسب الدستور الفلسطيني الانتخابات تجرى كل أربع سنوات اليوم لدينا أربع ولايات معطلة وبالتالي نعتقد بايدن نفسه سيطلب إجراء الانتخابات الفلسطينية ونعتقد أنه لن يقبل بشكله بآخر إجراء مفاوضات وعودة العلاقة مع أجسام غير منتخبة أجسام تفقد الشرعية بشكل عام إن كانت هي منتخبة قبل 15 أو 20 سنة أو غير منتخبة نعتقد مطلوب تسجيد الشرعيات لكل هذه الهياكل الفلسطينية بدءا من رئاسة مرورا بالتشريع وانتهى بالمجلس الوطن المكلف الذي أعتقد أنه تكلس ولم تعد منظمة التحرير الفلسطينية هي المنظمة التي كانت تمثل قوة للحالة الفلسطينية وبالتالي نعتقد اليوم الكرة في ملعب القيادة الفلسطينية أو صناع القرار الفلسطينيين لعودة الأمل للحالة الفلسطينية والاعتماد والارتكاز والارتكان على ما سيحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أو عودة المفاوضات أنا أعتقد مضي على الوقت لدينا تجربة كانت في عهد أوباما وفشلت يجب أن لا نعود إلى هذه التجربة مرة أخرى دون أن يكون لدينا بيت فلسطيني منظم ومرتب حتى لا تخرج لدينا فصائل هنا وهناك وتطعن في أي قرار يتخذ فلسطينيا وباللاحظ حتى لو أخذنا من الطرف الآخر عندما تخرج مظاهرات نتنياهو يقول نتنياهو أنهم يخرجون على الشرعي لأننا جئت منتخبا بالتالي أنا أعتقد أنه رفض أي موقف بعد الانتخابات سيكون معيب لأي فصيل يرفضه وبالتالي العودة للانتخابات والعودة والارتداد إلى الداخل أنا أعتقد مهم جدا أستاذ العلم السياسية بجامعة القدس شكرا جزيلا لك سعيد كثير من الحديث معك وأيضا شكر موصول لضيفنا من رام الله الكاتب المحلل السياسي سيد محمد هواش شكرا جزيلا لكم مازلنا وإياكم في مدار الغد وفي ملفاتنا أيضا ولكن بعد قليل قيس سعيد يوجه سهم النقد للنخبة السياسية في تونس وجدل حول المشاركين في الحوار الوطني أهلا بكم من جديد الجدل يأبى أن يغادر الحالة التي يعيشها الشارع السياسي التونسي فبعد موافقة الرئيس التونسي على رعاية مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها اتحاد الشغل التونسي اعتقد كثيرون أن هذا الحوار ربما يكون بداية الخروج من الأزمة ولكن وبمجرد إعلان الموافقة على المبادرة عاد الجدل ليسيطر على الساحب بشأن من سيشارك في الحوار ومدى التزام المشاركين فيه بالمخرجات التي يتم التوصل إليها ثم جاء الرئيس التونسي ليزيد الجدل في كلمته بمناسبة العام الجديد والتي اتهم فيها نخبة السياسية بأنها تشبه فيروس كورونا وتحتاج إلى لقاح فعال إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد قبوله إطلاق مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها اتحاد الشغل التونسي لم يهدئ حالة الجدل في الشارع السياسي التونسي بل خلق حالة جدل جديدة محورها اختيار المشاركين في هذا الحوار في ظل محاولات إقصاء بعض الأطراف السياسية بالإضافة إلى بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت رفضها المشاركة منذ البداية اتحاد الشغل صاحب المبادرة أعلن عدم قبوله مشاركة حزب اتلاف الكرامة في مبادرة الحوار الوطني بسبب اتهامه سابقا لقيادات نقابية بالإثراء غير المشروع والفساد فيما اتخذ الحزب الدستوري الحر بقيادة عابير موسي موقفا معاديا من مشاركة حزب النهضة وحزب قلب تونس واتلاف الكرامة وهي الأحزاب الثلاثة الداعمة لحكومة هشام المشيشي أما حركة النهضة فأبدت تحفظا على مقترح اتحاد الشغل بتشكيل هيئة حكماء ووسطاء تتكون من شخصيات وطنية مستقلة تدير الحوار بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية وتقع تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية وسبب التحفظ هو أن أعضاء هذه الهيئة لا يمكنهم تولي مناصب سياسية أو الترشح للانتخابات المقبلة وهو ما أوحى بوجود مخطط لإجراء انتخابات مبكرة وهذا ما ترفضه حركة النهضة من جانبه أكد الرئيس التونسي أن النظام السياسي في تونس في حاجة إلى لقاح من صنف جديد غير مستورد يعيد للبلاد عافيتها ويحقق أهداف الثورة أن النظام السياسي التونسي في حاجة إلى لقاح من صنف جديد ولكن غير مستورد يعيد للثورة وهجها ولتونس ومؤسساتها عافيتها كما أكد سعيد أن الحوار لن يكون حوارا وطنيا إلا إذا تم التوصل إلى صيغة تسمح للشباب بالمشاركة الفعلية في صياغة الحلول لأزمات تونس للمتابعة ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع نفتح الحوار وينضم إلينا ضيفانا من تونس الكاتب والباحث السياسي بالحسن اليحياوي ومن تونس أيضا الكاتب الصحفي محمد الفوراتي أهلا بكما معنا ضيفي الكريمين وكل عام وأنتما بألف خير أبدأ معك سيد بالحسن الرئيس التونسي لا يزال يفتح نيران التصريحات مع بداية العام الجديد ضد من يصفهم الرئيس بالفاسدين بداية من هم؟ وهل الحالة التونسية تحتاج إلى تصريحات وتلويحات أم بحاجة إلى فعل حقيقي؟ نعم أهلا وسهلا أستاذ حازم كل سنة وأنت طيب وجميع المشاهدين إن شاء الله طبعا الآن الرئيس قيس سعيد يطلق النار ليست في واقعة أولى اتجاه النخبة السياسية المتواجدة اليوم في تونس وفي اعتقادي أن الإشكالية الكبرى بالنسبة إلى الحالة السياسية التونسية هي هذه النخبة السياسية المتواجدة اليوم سواء في السلطة التشريعية أو في السلطة التنفيذية وأسباب تواجد هذه النخبة هو هذا القانون الانتخابي الأعوج وطبعا عندما نتحدث عن القانون الانتخابي ليس من زاوية النظر التي تتحدث عنها بعض الأطراف السياسية كالنهضة مثلا وتقول أن هذا القانون لا يفرز حزبا أغلبيا يمكنه الحكم بصورة متواصلة ولكن نتحدث عن التصويت على القائمات هذا القانون قانون التصويت على القائمات يدفع بالمجاهيل وبعدمي الكفاءة إلى أعلى سلطة في البلاد وهي سلطة البرلمان وبالتالي ينتج لنا هذه الصورة التي رأيناها خلال هذا العام في البرلمان التونسي والذي تواصل فيه العراق حتى وصل إلى إسالة الدماء الحقيقة وفي هذه النقطة السيد رئيس الجمهورية له الحق تماما عندما يقول أن هذه النخبة السياسية المتواجدة اليوم هي من أسوأ ما يمكن أن نتحصل عليه ومن أسوأ ما شاهدتها في تونس سواء في العشرية الأخيرة أو حتى قبل ذلك طبعا المشاكل والأزمة السياسية هذه التصريحات التقل للسيد الفوراتي أسوأ نخبة تمر على تونس هكذا وصف ضيفنا نقلا على لسان الرئيس التونسي قيس سعيد ما المطلوب إذن من النخبة السياسية في تونس هل اللقاح للنظام السياسي كما أشار الرئيس سيكون فعالا لحلحلة كل القضايا العالقة برأيكم نعم بداية الرئيس نحن نعرف موقفه من النخبة السياسية ومن الديمقراطية الحزبية حاليا هو لديه رفض لفكرة الأحزاب ولديه فكرة أخرى يريد أن يمهد لها بدون أن تناقش في المجتمع وهي فكرة الانتخابات القاعدية والتي تشبه اللجان الثورية في نظام المرحوم المعامل القذافي هذه طبعا معلومة معروفة معروفة أين سيدي؟ عن النخبة السياسية معروفة من خلال تصريحاته هو يؤكد أن النظام الحزبي والنظام الانتخابي الحالي والمعتمد في العالم كامل وفي الديمقراطيات قد انتهى دوره ويبشر بنظام جديد يرفض الأحزاب يقول أن دور الأحزاب السياسية قد انتهى في العالم هكذا صرح بمثل هذا الوضوع الحديث عن النخبة السياسية في تونس فيه شيء من الحقيقة لأن النخبة السياسية هي نتاج المجتمع ونتاج لتطوراته والديمقراطية كما تعرفون في العالم كامل يمكن أن تنتج ناس جيدين فيهم الصالح وفيهم الطالح ويمكن أن تنتج أيضا ديمقراطية ناقصة ولكن هل لدينا حلول أخرى جاهزة هذا ما يجب أن يناقش اللقاح الذي تحدث عنها في هذه اللحظة يعني إذا كانت الأحزاب السياسية التي جاءتها ديمقراطية إلى البرلمان وإلى الحكم لم تقم بواجباتها المنوطة بها منذ عام 2011 هل يصمت الرئيس التونسي ويبقى ساكنا ساكتا أمام كل هذه الممارسات أولا الرئيس التونسي هو نتاج لهذا النظام الانتخابي نعم ونتاج لعملية ديمقراطية العالم كامل مستبشر بها وعملية شفافة فبالتالي نحن أمام طريقة سياسية معروفة في العالم وانتخابات مستقلة ولكن كما يقول الرئيس اللقاح الآن ضروري لأنه هناك أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي خاصة والاجتماعي وهذا ما يتطلب حوارا وطاولة يجلس حولها كل الفرقاء التونسيين لإيجاد توافقات التوافقات لا يمكن أن تنتجها جهة واحدة لابد أن تكون بعد حوار وبعد وصول إلى نتائج يتطفق حولها الأغلبية على الأقل وليس بضرورة الكل وتنتج سيد الفراتي التي أنتقل بها للسيد بلحسن اليحياوي سيد يحياوي الرئيس قيس سعيد كما يشير السيد الفراتي أنه يرفض فكرة الانتخابات الموجودة حاليا وفق النظام العالمي ويؤمن بفكرة الانتخابات القاعدية أي على طريقة اللجان الثورية هل بداية ذلك صحيحا من خلال الممارسة الفعلية للديمقراطية التونسية التي يتغنى بها التونسيون وأيضا البعض من الأنظمة حول العالم وأنها جاءت بنظام جديد يرضي التونسيين من جهة أخرى هل الحوار سيكون قريبا؟ نعم دعنا نتفق أولا مشروع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس هو مشروع العقيدة معمر القذافي ولا يعتمد على اللجان الثورية كما أشار سيد محمد وإنما يعتمد على ما يسمى بيديمقراطية المحلية وهي تجارب ناجحة جدا ويمكن لجميع مراجعة ما يحدث في البلاد الإسكندنافية مثلا الديمقراطية المحلية قاعدة لبناء هذه الديمقراطية التي أصبحت في تونس هدفا في حين أنه من المفروض أن الديمقراطية هي وسيلة لم يكن الهدف من الثورة بناء الديمقراطية والوقوف عندها أي هذه الديمقراطية الشكلية التي تتوقف حول الصناديق الانتخابية كلا الديمقراطية هي وسيلة للوصول إلى جملة من الأهداف نادى بها الشعب التونسي تتعلق بالتشغيل والتعلق بالمواطنة والتعلق بالحريات أي الحريات الاقتصادية والحريات السياسية عندما نتوقف عند الحريات السياسية يعني أننا ضائعون تماما ولم نفهم ما المراد بهذه الحركة التي أنجزها الشعب التونسي منذ عشر سنوات هذا أولا ثانيا هذه الأحزاب اليوم التي تصل إلى البرلمان من المفروض أنها تصل إلى هذا البرلمان بناء على برنامج سياسي وبناء على مخطط واضح وهذا المخطط دائما مكان غائم وكانت هذه الأحزاب السياسية تلقي قفة من الوعود الجوفاء أو الكاذبة إلى ناخبها وتعتمد على هذه العلاقات الزبونية للفوز بالانتخابات التشريعية والتواجد في البرلمان وبعد ذلك لا يمكنها أن تضيف أو أن تقدم أدنى حل أو أدنى رؤية للحالة التونسية أو الحالة بصفة عامة الآن عندما نذهب إلى الحوار الحوار هذا الذي وقع تجربته في تونس في خمسية أربعتاش تسعتاش وأنتجت لنا مشهدا شبيها جدا ماذا نريد من حوار يجلس فيه القاضي والمجرم واللص ليتفقوا على نقطة ما ينطلقوا منها أعتقد أنه المطلوب اليوم هو تطبيق القانون وتطبيق القانون بحذافيره وعلى الجميع ودون أي مواربة ولدينا ما أنتجته دائرة المحاسبات أو محكمة المحاسبات فيما يتعلقوا بالانتخابات وهو باب لضرب كل الفاسدين الذين عاثوا فسادا في الدولة التونسية وعاثوا فسادا في الاقتصاد التونسي وتزاوجوا بين الفساد الاقتصادي والفساد السياسي وأصبح واحدا يدعم الآخر والثاني يحمي الآخر عبر هذه التشريعات التي تمر عبر البرلمان التونسي إذن وضع بحاجة لتطبيق القانون سيد فوراتي لا مخطط واضح للأحزاب كما أشار سيد بلحسن لكل من دخل ربما العملية السياسية ورشح نفسه للانتخابات من عام 2011 حتى الآن لذلك دعا الرئيس التونسي مباشرة اليوم لتبني مبادرة الحوار التي قدمت من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل لماذا بداية هناك خشية من الأحزاب التي تدعم الحكومة التونسية من استمرار هذا الحوار وكيف يمكن أن يكون هناك حوار بلا جدوى إذا كانت هذه الأحزاب تريد الخير لشعبها طبعا إذا كان الحوار بلا جدوى فلا فائدة منه ولكن عندما تكون هناك ورقة لهذا الحوار وهدف واضح وهو إنقاذ الوضع التونسي الاقتصاد التونسي أساسا من حالة الأزمة فهذا ممكن وليس كما قال الأستاذ بمشاركة اللص والقاضي وغير ذلك من هذه الألفاظ ولكن لدينا في تونس خبراء اقتصاديين لدينا منظمات اجتماعية لدينا أحزاب ممثلة ولديها ممثلين في البرلمان وغير ذلك هؤلاء لم يأتوا من فراغ هؤلاء يمكنهم أن يتفقوا على حلول وحلول من الواقع التونسي وليست مسقطة يمكن أن تساهم على الأقل في حالة الوضع الاقتصادي لن نستورد حلولا من الخارج ولن نبقى نتحدث بالشكل النظري الذي لم يستشر فيه الشعب التونسي فهذه الديمقراطية المحلية التي يبشرون بها لم تناقش على الأقل لم تترح هذه الفكرة أصلا في المجتمع التونسي لنناقشها إذا ترحت وقبل بها المجتمع التونسي أو نظم له تستفتاء فيمكن أن نعتمدها يعني نحن لا نغلق الباب أمام الأفكار الجيدة إذا كانت يمكن أن تنقذنا ولكن إذا كانت ستنتج نظاما مشوها وحلولا مشوهة فطبعا لا يمكن قبولها مثل ماذا الحلول مشوهة لهذا الحوار؟ لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة الجميع حركة النهضة أن تخرج من عباءة الحكم إلى منطقة أخرى لا يريدها الغنوش رئيس الحركة كما جرى في عام 2013 وهنا ربما يفتح بابا للتساؤل عن أن هذا الحوار هو لإخراج حركة النهضة من المشهد السياسي لذلك نحن لا نريد ذلك على لسان النهضة لحد الآن ولحد هذه اللحظة لم يعبر عن معارضته لهذا الحوار إلى طرفين أساسيين في المشهد وهما الحزب الدستوري وإتلاف الكرامة هؤلاء عبروا عن شكهم أو رفضهم لهذا الحوار بالشكل الذي طرح به يعني حركة النهضة سيد الفراتي ملتزمة بهذه الدعوة للحوار لأنه لم يصدر أي تصريحات من رئاسته نعم هي في بيانها الأخير في بيانها الأخير من المكتب التنفيذي عبرت عن قبولها أو دعت إلى الحوار الوطني من أجل إنقاذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا وقلب تونس أيضا عبر عن مشاركته في هذا الحوار وإرادته للتغيير وربما لمح إلى رفضه لإقصاء طرف لأن هناك ناس تتحدث عن إقصائه أيضا الطيار الديمقراطي وحركة الشعب عبروا عن انخراتهم في هذا الحوار المنظمات الاجتماعية الأخرى الشريكة لاتحاد الشغل مثل منظمة الأعراف واتحاد الفلاحين وغيرها يعني خلينا نقول أغلبية الموجودين في المشهد السياسي قابلين للحوار للخروج من الأزمة بهذه النقطة ربما هناك أطراف لديه أسداف معينة من الحوار نعم أنتقل لسيد يحياوي سيد يحياوي هل بالفعل الأطراف التي ذكرها السيد الفوراتي قابلة بالدخول إلى هذا الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام من تونس للشغل وهناك أيضا تحفظات على هيئة حكماء ووسطاء كما أشارت بعض التقارير نعم نوى حقيقة ولكن داني أضيف شيئا صغيرا سريعا جدا أولا أن الاقتراع على رئاسة الجمهورية مخالف تماما للاقتراع على نواب البرلمان وبالتالي رئيس الجمهورية لم يكن مناقضا لنفسه عندما أشار إلى هذا النظام الانتخابي ولا أنا كنت مناقضا لهذا الشيء ثانيا أن الديمقراطية المحرية هي صلب مشروع رئيس الجمهورية الذي صوت عليه وقابل به تقرابة ثلاثة ملايين تونسي وبالتالي استشير التونسيون في هذه المسألة على العكس من ذلك تماما لم يقع استشارة التونسيين في إجراء حوار من عدمه بين أطراف هذه الأطراف متنافرة ومتضاربة ومتضادة ولم تتمكن من إجراء جلسة عامة في البرلمان فضلا على أن تطرح حلولا للاقتصاد التونسي والحالة التونسية يكون عليها توافق ويعمل الجميع من أجلها كل طرف من هذه الأطراف لدي حساباته الخاصة هذه الحسابات تتعلق بالانتقام من نظرائه أو من خصومه وتتعلق أيضا بالحفاظ على الحياظ السياسي الذي يملكه أو هذه الواجهة السياسية التي يملكها وباعتقادي أنه إذا تحدثنا على الاقتصاد التونسي الاقتصاد التونسي مكبل تماما بالضمانات التي قدمها إلى صندوق النقد الدولي وبحجم الديون الكبيرة والكبيرة جدا التي يدين بها للصندوق النقد التونسي وبالتالي لن يتمكن من أخذ الخيارات المطلوبة للخروج من أزمة الاقتصادية دون أن ينحني ودون أن يعمل بما يفرضه عليه صندوق النقد التونسي في خلال ذلك نجد أن الكثير من القطاعات المنتجة والتي كانت دائما تعايد الانتاج الاقتصاد التونسي متوقفة تماما على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر ما يحدث في قفصة وفي انتاج الفصفات في قفصة بالإضافة إلى كل هذا التعطيل لمسألة الكامور وغير الكامور وغير ما يحدث ذلك في كل تقريبا أطراف البلاد التونسية نعم ابقى معنا سيد اليحياوي ذكرتم قفصة وأيضا هناك احتجاجات ستبدأ في السابع من هذا الشهر ربما ليس لها وقت محدد للانتهاء وأيضا في صفاقص سيد فوراتي هذه الاحتجاجات الاجتماعية المرتقبة والتي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل هل ستشكل بالفعل ضغطا على حكومة هشام لمشيشي وبالتالي هناك بالفعل تنفيذ لخطة المؤتمرات الشعبية وهذا ما تخشاه حركة النهضة على كل حال هي هذه الاحتجاجات موجودة تقريبا منذ سنوات ولم تتوقف خاصة مع بداية كل سنة في جانفي ومع نقاش مشروع ميزانية الدولة واتحاد الشغل في بعض الجهات هو أعلن الإضراب العام بيوم للدفاع عن مطالب جهوية في صفاقص وقفصة وغيرها من الجهات هذا لا علاقة له بمسألة المؤتمرات أو اللجان الشعبية كما يسميها البعض طبعا هذه الاحتجاجات هي مشروعة وقانونية في النظام الديمقراطي ما لم تتجاوز الحدود وتعطل الانتاج وتعطل مؤسسات الدولة وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية في خطاباته السابقة الأسبوع الماضية عندما رفض تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل المؤسسات العمومية وقطع الطرقات وغيرها من الأسليب التي ربما لجأ إليها البعض ويعالجها الجيش والأمن الوطني بكل حكمة وبدون أي عنف وطبعا هذه الاحتجاجات هي مشروعة خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية بسبب كورونا التي تعيشها البلاد وبسبب الكثير من التجاوزات والفساد الموجود في الكثير من المؤسسات التي تعاني منها من تونس الكاتب الصحفي سيد محمد الفوراتي شكرا جزيلا لك وشكر موصول ضيفنا من تونس أيضا الكاتب والباحث السياسي بالحسن اليحياوي شكرا جزيلا لكم سعيد كثيرا من الحديث إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها الرئيس الفلسطيني تطلع للعمل مع إدارة بايدن للصناف عملية السلام وصحف إسرائيلية تقول إنه مستعد للتفاوض دون شروط مسبقة قيس سعيد يوجه سهام النقد للنخبة السياسية في تونس وجدل حول المشاركين في الحوار الوطني انتهت حلقة اليوم من مدار الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة